أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر وطعمق المعرفة والعلم وكذلك التشجيع على القراءة والبحث العلمي الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضرات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب وخلال استقباله لمجلس أمناء ومزير مكتبة الإسكندرية أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن إدراك أهمية وثراء تنوع البشرية وتكريس مبادئ الموطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعية مؤكدا ضرورة أن تكمل المكتبة الرسالة التي تؤديها نصر في بناء الجسور بين ثقافات وإرساء السلام والتنمية كما شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب والمساهمة بشكل عملي في تأهيلهم ليحملون مسؤوليات المستقبل من خلال تبسيط العلوم باستخدام أساليب تكنولوجية مبتكرة ودعم ثقافة الإبداع والابتكار على المستوى العلمي والتقني والفنية فضلا عن اكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب وصناعة المعرفة وتعميق العلاقة بين البحث العلمي والتطوير التقنية مع التركيز على ترسيخ الهوية المصرية من خلال برامج المكتبة المختلفة مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافية تاريخية مشيدين بالاهتمام الذي يليه رئيس عبدالفتاح السيسي بشكل شخصي لعمل المكتبة وقد قاموا في هذا الإطار بطرح رؤاهم فيما يتعلق بالأدوار المختلفة التي يمكن أن تقوم بها المكتبة لتحقق أهدفها كنافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها الثرية وتاريخها الممتد وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الشهد نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أشد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ومن جانبه أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم